السلام عليكم مرحبا بكم في قناتنا اليوم سنتحدث عن فوائد التفاح ولماذا ينصح بشدة بتناوله بل قد تندهشون من بعض المفاجآت الكبيرة التي يقدمها التفاح لصحتكم لطالما سمعنا المقولة الشهيرة تفاحة في اليوم تغني عن الطبيب لكن هل هذا صحيح؟ في الولايات المتحدة ظهر هذا القول لأول مرة عام 1666 وانتشر ليصبح وكأنه حقيقة مطلقة لكن مع مرور الزمن بدأ الخبراء يعيدون النظر فيه ووجدوا أن التفاحة بالفعل له فوائد عديدة لكنه لا يتفرد بها بين الفواكه الأخرى فتنوع النظام الغذائي وتناول الفواكه والخضروات مع الأطعمة الصحية هو الذي يساعد فعلا في الوقاية من الأمراض في دراسة عام 2015 أجريت على أكثر من ثمانية آلاف شخص بالغ وجد أن الذين يتناولون التفاحة يوميا يستخدمون أدوية أقل نسبيا من أولئك الذين لا يتناولونه ولكن زياراتهم للطبيب كانت متساوية تقريبا مع الآخرين يعتبر التفاح من أكثر الفواكه تنوعا في الفوائد الصحية حيث أظهرت دراسات عديدة أنه يمكن أن يساعد في دعم صحة الجسم بشكل كبير وفقا لكلية الصحة العامة بجامعة هارفرد يساهم تناول التفاح بانتظام في دعم صحة القلب والمساعدة في فقدان الوزن دراسة أجريت عام 2004 أظهرت أن تناول التفاح بانتظام قد يقلل من خطر الإصابة بسرطان الرئة كما أن قشور التفاح تحتوي على مركبات مهمة تعرف بالفلافونويد والتي تساعد الجسم على مقاومة الفيروسات وتقليل الالتهابات بالإضافة إلى ذلك يرتبط استهلاك الفلافونويد بانخفاض خطر الإصابة بالسكتات الدماغية ما يعزز من أهمية تناول التفاح كجزء من نظام غذائي متوازن يعتبر التفاح أيضاً مصدراً غنياً بمركبات البوليفينول التي أظهرت الدراسات التي أجريت عام 2022 أنها قد تساعد في تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب ومرض السكري من النوع الثاني بالإضافة إلى ذلك يحتوي التفاح على فيتامين C الذي يتمتع بخصائص مضادة للأكسيدة تدعم امتصاص الحديد وتعزز جهاز المناعة وتساهم في إنتاج الكولاجين لصحة الشعر والبشرة والأظافر كما يحتوي التفاح على البكتين وهو نوع من الألياف يعمل كالبريبيوتك مما يدعم صحة الجهاز الهضمي وتوضح خبيرة التغذية دانييل كرامبل سميث أن البكتين يساهم في تقليل كمية السكر والدهون التي يمتصها الجسم مما يساعد على خفض مستويات الكوليسترول الضار وبالتالي يقلل من مخاطر الإصابة بمرض السكري وأمراض القلب تؤكد اختصاصية التغذية جيل وايزنبرغر أن تناول التفاح يمكن أن يكون خياراً جيداً للتحكم في الوزن حيث يعد وجبة خفيفة منخفضة السعرات وسهلة الحمل مما يجعله بديلاً صحياً للمأكلات مثل الكعك أو رقائق البطاطس وتضيف خبيرة التغذية أبي لانجر أن التفاح يعتبر مصدراً ممتازاً للكربوهايدرات التي تمدنا بالطاقة بالإضافة إلى احتوائه على نسبة عالية من الألياف ومضادات الأكسيدة التي تدعم الصحة العامة ويعرف التفاح أيضاً بمحتواه العالي من الماء مما يجعله خياراً ممتازاً للترطيب ومع ذلك للأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الجهاز الهضمي أو متلازمة القولون العصبي قد يسبب التفاح الغازات والانتفاخ نتيجة محتواه العالي من الألياف لذلك رغم فوائد التفاح من المهم تنويع نظامك الغذائي لتحقيق أقصى قدر من الفوائد الصحية من الجدير بالذكر أن التفاح ليس الطعام المثالي الوحيد للحفاظ على الصحة فهناك فواكه أخرى لا تقل أهمية وتتمتع بفوائد صحية فريدة على سبيل المثال الكومثري تحتوي على نسبة أعلى من الألياف مقارنة بالتفاح وتساعد في تعزيز الشعور بالشبع وتعتبر غنية بمضادات الأكسيدة التي تقلل الالتهاب وتدعم صحة العظام أما البرتقال فيحتوي على فيتامين سي بكمية أكبر إلى جانب مركبات أخرى تحمي من السرطان وأخيراً التوت الأزرق الذي يتميز بتركيز عال من البوليفينول والماغنيسيوم ويفوق التفاح في دعمه لصحة العظام والجهاز المناعي في النهاية يمكننا القول أن التفاح يمتلك بالفعل فوائد صحية مذهلة ويستحق أن يكون جزءاً من نظامك الغذائي اليومي ومع ذلك من الضروري التنوع في تناول الفواكه والخضروات لتحقيق أقصى استفادة من العناصر الغذائية المتنوعة التي تقدمها الطبيعة فبينما قد يكون للتفاح مكانته الخاصة في حماية الصحة إلا أن التنوع هو المفتاح الحقيقي للحفاظ على صحة أفضل والوقاية من الأمراض أشكركم على مشاهدة الفيديو حتى النهاية إذا استفدتم من المعلومات حول فوائد التفاح وأهميته لصحتكم فلا تنسوا دعمنا بالاشتراك في القناة وتفعيل جرس الإشعارات ليصلكم كل جديد نراكم في الفيديوهات القادمة